فعلى المر أن يكون متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته رضي الله عنهم ولسيما الخلفاء الراشدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة أيزموا سنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم أي أحذر إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة